اشتركوا في القناة الانواع وازواء القراء اللي بيتفرجوا علينا ولي دايماً بيستنونا علشان يعرفوا ايه الجديد اللي عندنا النهاردة الحقيقة هنقدم نوع من الادب الشيقيداً والممتع جداً كتب كده وإحنا بنقراها بنسافر بلاد بعيدة عننا نعرف اكتر عنها نعرف اكتر عن شعوبها نعرف اكتر عن عددها كتب الحقيقة دايماً بتاخدنا كده من الشرق للغرب نلف معاها العالم كله وإحنا قاعدين في مكاننا النهاردة هنتكلم عن أدب الرحلات وكتبه اللي بتجمع مبين متعة السفر ومغامراته وحكايات الناس وثقافاتهم المختلفة اعتقد كمان ان النوع ده من الكتب بيهم ناس كتير خاصة اننا فصل السيف يعني الاجازات يعني السفر يعني البحر وناس كتير بتكون محتاجة انها تغير جو وفي منهم اللي بيكونوا عايزين كمان يكتشفوا اماكن جديدة ومناطق جديدة وبلاد جديدة ما شفوهاش قبل كده وعايز اأكد الحقيقة انه احنا بنتكلم عن السفر ان مصر هي وجهة سياحية مشرفة لأي سياح او اي انسان بيحب للسفر وكمان التصوير واكتشاف الطبيعة الخلابة والاماكن الجديدة والصبح والشواطئ وبالليل واماكن الصهر الحلوة اللي مالية الدنيا كلها وعايز اقول كمان انه طبعا لو بتدور على مكان بجد تستمتع فيه من الصبح الحد بالليل وبتحب كل ما يتعلق باقي السياحة او بكل اماكن السفر وخاصة في السيف مش هيكون عندك اجمل ولا احلى من اجواء مهرجان العالمين الجديدة في النسخة التانية اللي نظامته الشركة المتحدة واللي بيجمع من خلال فعالياته ما بين الفن والثقافة والانشطة الرياضية ده بالاضافة طبعا للسحر والجمال اللي موجود في مدينة العالمين الجديدة وشواطئها مهم جدا اننا نشوف اماكن جديدة على فكرة وده شيء صحي جدا مش بس عشان نشوفها انما كمان عشان نكتشف الجمال اللي في بلدنا ونعرف انه قد ايه بلدنا هي بلد مميزة وفيها الاماكن اللي مش موجودة في اي حتة تانية هيكون معانا النهاردة في الستوديو الكاتب والرحالة الاستاذ محمد حمودة وهو الحقيقة من عشاق السفر وصدر ليه قبل كده حوالي اربع كتب في ادب الرحالات اخرهم كتاب من المطار الى سوق القدر وهنتكلم معاه اكتر عن ادب الرحالات عن الاماكن اللي شافها الاماكن اللي ارتبط بيها وليه حب المجال ده تحديدا في الكتابة بس قبل ما اتقابل مع ديفي في الستوديو معانا تقرير صورته كاميرا يحكى ان مع الكاتبة سمر طهر عن ادب الرحالات تعالوا كده نشوف مع بعض التقرير ونرجع نبتدي حلقتنا مع حضراتكم على طول ادب الرحالات من وجهة نظري هو يعني كل لكن فيه بيتقسم لاجزاء كتيرة او فيه فروع كتيرة جدا ادب الرحالات كمان مفهوم واسع جدا وانا شايفة كمان انه حتى الرواية العادية كصنف من سنوف الادب الرواية نفسها لما بتدور في مدينة معينة بالضرورة بتبين لنا جزء كبير برضو من السياق الثقافي والمعماري والسياسي في الوقت ده من وجهة نظري المفروض يتوفر في بيكتب ادب الرحالات حب للمغامرة وان هو قادر ان هو يشوف الحاجة بنظرة متعمقة حتى ابسط الاشياء وكمان قدرته على المرونة والتعامل مع المتغيرات لان انت بتبقى نازل بتزور مثلا مكان او مدحف بس ممكن جدا ان تبقى فيه حكاية خلفية اخرى اهم من المكان ده زي الناس اللي تشتغل فيه او زي شارع فيه محلات مثلا مميزة بالبيئة حاجات تراثية ففيه اشياء كتيرة اللي هي بين السطور انه عنده القدرة على القرية دي وحب المغامرة والتجريب جورت مدينة ستوكول وكان فيها مناطق اماكن تاريخية كتيرة زي مثلا دار الأوبرا والأسر الملكي القديم ومتحف فيه متحف الاطفال مشهور جدا هناك وكمان كان فيه مجلس المدينة او سيتي هول ده مبنى مشهور جدا هناك ومزور مشهور لانه حكومي بس كمان سياحي فيه جزء بيحصل فيه فعاليات ثقافية كمان كل ما يتعلق بجائزة نوبل فكان عندي الوقت كل يوم بالليل لازم قعد ساعة ادون بسرعة ايه اللي حصل ده كانت صدفة في السفرية دي فلما رجعت فكرت ان انا ابتدي انشورها على يعني اجزاء وبدأت فعلا اكتب بقى بالتفصيل واستعين كمان بالصور اللي انا خدتها عشان افتكر ايه اللي زورته وكمان كان الحاجة المهمة فيه بالنسبة لي انه انا احساسي بالرحلة احساسي بالبشر اللي في الشوارع مواقف طريفة مثلا حصلتلي فعشان كده الكتاب ده كان اسهل في تدوينه عشان كان عندي الوقت ده وبالتالي قررت بعد فترة انه ابصله بنظرة تانية ويبقى له سياق يعني متكامل ككتاب وفعلا اتناشر الكتاب بيجمع بين رؤية العامة اللي هي زي مثلا معلومة هتقراها عن القصر ده وبين الرؤية الذاتية ورأي الشخصي في البشر اللي اتعاملت معاياهم او في التنظيم او الشيء اللي عجبني في المجتمع او الشيء اللي بعلق عليه او بنتقده فهو مزيج من الرؤية الذاتية ومن المعلومات والحيطة كمان المسيرة والمهمة انه احيانا لما رجعت طبعا بدأت كمان عشان اعمل الكتاب لازم اجيب ارقام دقيقة وحاجات فلجأت طبعا للانترنت في معلومات كتيرة جدا من اللي سمعتها من الناس والسكان ومثلا في المنظرات السياحية للمرشدين السياحيين مش موجودة على شبكة الانترنت فده كمان اللي ميز الكتاب انه فيه شوية معلومات بتعرفها من الناس اللي في المكان بس وترائف مثلا متبقاش موجودة قوي في حكة تانية بالنسبة لأدب الرحلات هو كان زمان مزدهر اكتر يمكن كان لصعوبة السفر او الناس ما كانتش عندها اطلاع على الثقافات التانية فكاد فيه اقبال عليه ترجعنا لحضراتكم مرة تانية ومنورانا من خلال زوم الكتبة وعشقة السفر ماهي متحد اللي كتبت كتاب بوست كارد واللي اتكلمت فيه عن رحلتها المختلفة اهلا بك يا ماهي اهلا رانيا ازايك اهلا بيكي ازايك والحقيقة احب اعرف منك كده في البداية خالص حبك للسفر ده ابتدى امتى وجه ازاي اوكي انا الاول احب اشكركم على الاستضافة انا مبسوطا ان انا معيكم النهر ده انا حبي للسفر ابتدى من وانا صغيرة الصراحة الشغف ده كان عندي من وانا صغيرة كنت بحب استكشف اماكن جديدة وبلاد جديدة وكان والدي طبيعة شغله كان فيها سفر كتير فكان دائما بياخدنا معاه فده احببني اكتر في السفر وانا فاكرة في المكتبة بتاعت جديدة اسكندرية كان فيه كتاب لانيس منصور مأكيون حول العالم ومن هنا بقى كانت نقطة البداية لحبي للسفر ولما كبرت بقى ابتدت الهواية تكبر معي والهواية ابتدت تبقى كتابة ونزلنا كتاب انا عارفة ان انت دلوقتي كمان بره مصر وليلي انت بتكلمينا منين او احنا دلوقتي بنكلمك منين انا حاليا في دبي حاليا وهيجي مصر قريب ان شاء الله عشان يجي اندست في اجازة الصيف في العالمين ان شاء الله لازم تتيجي قريب جدا 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 عشان تلحقي اجازة الصيف ايه اشعر البلاد اللي زورتيها وايه اكتر البلاد اللي حبتيها والله انا زورت بلاد كتير قوي بس طبعا في بلاد بتسيب زكرة حلوة تخلي الواحد عايز روحها تاني ومن اكتر البلاد اللي عجبتني اليابان واحنا تكلمنا عن الموضوع ده قبل كده بس في بلد تاني ما كناش تكلمنا عليه وهي البرتغال بلد جميلة جدا فيها طبع عربي على طبع غربي رخيصة مش غالية مقارنة ببقية الدول الاوروبية فيها فن فيها الفن المعاري كما عندهم جميل الفن الرأس فهي بلد حلوة جدا وانا شايفة انها مش واضح حقها في السياحة فمن البلاد فعلا اللي بهاريتني الفترة الاخيرة وممكن اقول روسيا كمان جميل 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 كان عن روسيا انها قديمة والكلام ده كله بس لا هي مدينة او دولة جميلة جدا وبالاخص مدينة تان بيترسبرج حالو البلاد اللي لسه ما رحتيها شو نفسك تروحيها والله على اعلى القائمة في كولومبيا في المكسيك وجنوب افريق اه حلوة قوي كولومبيا طبعا والمكسيك طيب قوليلي ايه اكتر البلاد اللي لما رحتيها حسيتي يعني ما تفكرتش انك تروحيها تاني جميل انك شفتيها بس مش هتكراري الزيارة انا شايز ازاع الحد بس الصراحة لبنان وماليزيا ممكن اقدر اولي اه اوكي طب حلوة قوي قوليلي ايه اكتر البلاد اللي حسيتي ان هي فيها شبه مننا اه فيها شبه مننا ممكن اقول المغرب المغرب اه فيها شبه كبير اوي طبيعة الشعب والثقافة بتاعت الشعب والطبيعة الجغرافية كمان الى حد ما ممكن اقول الاردن ان فيه جلد كبير منها يشبه مصر برضو جميل وممكن اقول جزء من السعودية برضو يعني جدا انا عيشت فيها فترة هي متأثرة بالطبع المصري اوي بصراحة اكيد اكيد طيب عايز اتكلم معاكي بقى عن مصر وتقوليلي ايه اكتر الاماكن اللي انت بتحبيها في مصر وايه اكتر المناطق السيحية او الاماكن السيحية اللي لازم ما يعديش عليك مثلا صيف غير لما بتروحيها الصيف طبعا بنتجه للسحل الشمالي انا اصلا نصي اسكندراني فبالنسبالي اسكندرية يعني المدينة فيها كل الذكريات الجميلة طبعا فانا كنت متعودة دايما اروح وان شاء الله لما هنزل في الصيف هروح اسكندرية انا متعا في الصيف بحدي كمان مارسة مطروحة قوي طبعا شواطئ تجنن بصراحة انا ما شفتش احلى من لون الميا بتاعك مارسة مطروح في العالم كله اه اه قوليلي ورأيك ايه اتمه رجان العالمين الجديد لا طبعا دي حاجة كويسة جدا ومبادرة كويسة جدا ان احنا بنشجع السياحي ويزوغ اماكن تانية في مصر كانت بس يعني متوفرة للمصريين لا هي ممكن نبتحها للسياحة العالمية كمان وانا شايفة ان احنا الشواطئ بتاعتنا فعلا احسن من شواطئ اوروبا يعني ده مش مبلغ لما الواحد بيقول كده فليه ما نروقش لسياحة المنطقة دي فان احنا نعمل مهرجان بحجم مهرجان العالمين دي خطوة جميلة وخطوة حلوة جدا ان احنا نعزز مكانتنا يعني السياحية في المنطقة اكيد اكيد انا طبعا بشكرك على وجودك معانا يا ماهي وترجعي بألف سلامة عشان تلحي اجازت السيف في مصر ان شاء الله ان شاء الله مرسي يا رانيا قوي وانا شرفت ان اكون معكم النهار مرسي شرف لنا مرسي جدا طيب دلوقتي احنا معانا تقرير عن الكاتب الكبير انيس منصور واللي ليه العديد من المؤلفات في ادب الرحلات تعالوا كده نشوف مع بعض التقرير ده ونرجع نستقبل ديفي في الستوديو ونبتدي حكاياتنا عن الصور احد شهود العصر رفيق الأدباء من ابرز كتاب صاحبة الجلالة الكاتب الصحفي والفيلسوف انيس منصور سافر انيس منصور اغلب بلدان العالم وتميز بانفتاحها على ثقافات عدة بسبب اتقانه الكثير من اللغات كان ابرزها الانجليزية والالمانية والايطالية واللاتينية والفرنسية والروسية فكان اهلا لتركامة العديد من الكتب الفكرية بحس فلسفي واسلوب سلس مع عمقه تمكن من ان يصبح احد ابرز من كتبوا في ادب الرحلات في الثقافة العربية وترك فيه بصمة لا تشبه غيره من اشهر مؤلفاته في ادب الرحلات حول العالم في متين يوم اطيب تحياتي من موسكو اعجب الرحلات في التاريخ غريب في بلاد غريبة وغيرها من الكتب التي لا تزال تتصدر قوائم الاكثر مبيعا في مصر والدول العربية رحل انيس وظل قراؤه بالملايين يتابعون ما يكتبه رغم ما مر من سنوات يقول هناك ثلاثة انواع من الرحلات ان تسافر وان تقرأ الكتب وان تقرأ كتب الرحلات كان رائدا في الانواع الثلاث وقدم في الاخيرة ما جعل اسم انيس منصور متفردا في تاريخ الصحافة والادب سواء كان في تاريخ مصر او العالم العربي ورجعنا لكم مرة تانية ومعينا ومنورنا الكاتب والرحالة الاستاذ محمد حمودة اللي هنتكلم معاه عن ادب الرحلات وزي ما قلت لحضراتكم في البداية انه هو محب جدا للسفر وليه العديد من الكتب في ادب الرحلات وهي سفر نامة وتسكرتين سفر وحواديد بوابة السعادة ورحلتي من المطار الى سوق الخضار وده كان اخر كتاب لي مساء الخير ازاي حضرتك منورنا يا محمد وخليني كده في البداية اتكلم معاك عن حبة للسفر يبتدى ازاي انت تقوله عمرك بتحب تسافر ولا ده حاجة ظهرت مؤخرا لا هو العكس تماما يعني انا علاقتي بالسفر كانت علاقة عدائية جدا ما بحبوش عدائية سبحان الله ما محبب اللي بعد عداوة زي ما بيقوله فعلا انا مش من القاهرة انا من السويس ويمكن اللي عرفني السفر او بتددت حطني على تراك السفر الكلية مكتب التنفيق اللي ودني جامعة الالسون كلية الالسون جامعة عين شمس ايه ووقتها خلاص بقى السفر ده جزء من الديلي روتين او الواقع اليومي للاسبوع حتى عشان المحاضرات والكلية والجامعة وبعد كده بدأ الموضوع يتطور يتطور هو بدأ في الاول يعني يمكن بحماس اكتر من اختي الاصغر مني لكن بعد كده حصل زي ما ابنا والساز يوسف ادريس قال ان نداها فحسيت ان نداها بقى حصلت النداها دي شبه الادمان كده بس ادمان ايجابي انك طول الوقت بتفكر في السفر طول الوقت بتخطط لرحلة طول الوقت عايز تسافر فبعد كده بقى حب وعشق لا نهائي للسفر وكان ايه اللي بيجذبك في الموضوع بقى انك تروح تشوف اماكن جديدة ان انت مثلا يعني ايه اكتر حاجة كانت بتجذبك في السفر او ايه اكتر حاجة كانت بتخليك عايز تسافر التفاصيل كلها انك عايز تشوف اماكن جديدة عايز تشوف ناس جديدة عايز تشوف ثقافات جديدة عايز تتعرف على المختلف عنك يعني طول ما انت هتخرج برا الكمفر زون او منطقة الراحة اللي انت متعود عليها طول ما هتكتشف في نفسك وفي اللي حواليك حاجات حلوة وقدرات مختلفة وحاجة ملهاش حدود طول الوقت السفر هو بوابة لحاجات وعالم ملوش حدود ساحلي جدا وملوش حدود ازاي ربطت ما بين السفر والكتابة بقى يعني السفر انت ممكن تكون واحد بتحب يتسافر طول الوقت وتحب تكتشف وتتعرف على ثقافات وتشوف اماكن جديدة وتجرب اكل جديد وتشوف اماكن حلوة وتستمتع ايه اللي ربط ده بقى ابدأ الكتابة هي كانت شغف من الصغر يعني من وقت المدرسة اللي ابتدائي والاعدادي انا كنت بحبة اكتب وحاجات بسيطة فضل يتطور الموضوع لغاية لما وصلنا المعرض كتاب 2012 انا كنت ماشي في المعرض ده مع صديق وكنت عمال اختار كتب ليه علاقة بالسفر وانا مش واخد بالي يعني كان كتاب اسمه كل شيء مباح في بيروت لعلق مصباح وكتاب تاني اسمه هذا ما رأيت في دبي لطرق عبد العال وكتاب بعد كده اسمه الأولى باريس لعربتي وكتبة قدب الرحلات شنين عادل صاحب يبيقول لي هو كلهم عن السفر كده كل اللي اخترتوا عشان تقروا عن السفر فقلت لقا وجوايا كان حاجة بتقول ان احتمال ان شاء الله يبقى ليه في معرض الكتاب في يوم من الايام كتاب عن السفر او اكتر من كتاب عن السفر 2013 بقى بدأت المسيرة كان خلاص يعني اتخرجت وعملت كارير والدمية استقرت شوية الحمد لله وبدأت بقى السفر مع دمجه بالكتابة فكرة ان انا عايز اخلي فيه اثر باقي في الموضوع ايه هو بقى ادب الرحلات يعني بتصنفه ازاي انت ككاتب نهارده لما تحب تكتب ادب الرحلات او لو حد عايز يقرأ عن ادب الرحلات انت بتصنفه كاي يعني ايه هو ادب الرحلات بيتكتب ازاي هل يشروط معينة يعني شكله ايه ادب الرحلات هو لون مستقل بذاته في الكتابة يعني هو مختلف عن الرواية عن النصر عن الشاعر هو لون مستقل بذاته اساسياته طبعا انك تكون سفرت لانك لو ما سفرت هو عبارة عن أنك حتوثق واتدون كل الرحلة أو الترحال أو الصفر لأي حد حيقرأه سواء حيقرأه دلوقتي أو حيقرأه بعد خمسين سنة أو حيقرأه بعد أكتر من كده تعمل ده بكل التفاصيل أنك حتركز في تفاصيل البلد في تفاصيل الناس انطباعتك عن البلد وعن الناس وعن الشعوب وعن الثقافات والعادات وقتها أنت بتكون مركز أكتر لأنك مش مسافر بعين السايح أنت مسافر بعين المستكشف ودي أعمق بشويتين من السايح بتفتكر يعني إزاي البني آدم ممكن يختار المكان المناسب لشخصيته أنه هو يتبسط فيه يعني أنا النهاردة ممكن أكون بحب السفر جدا بس أنا كمان ليه شخصية ممكن أحب أروح مكان أتبسط فيه ممكن أروح مكان تاني الناس غيري تتبسط فيه بس أنا أذهق فيه جدا والعكس صحيح ممكن أروح مكان حد ما يتبسطش فيه بس أنا ألاقي نفسي فيه جدا إزاي أختار المكان المناسب لشخصيتي أكون عارف أنه أنا أتبسط فيه ده حلو جدا أنت لازم تبقى عارف نفسك لأن أنت لو مش عارف نفسك أو أنت عارف أنت عايز إيه أنت مش هتعرف تختار صح يعني أنت ما تكونش عايز مثلا بلد فيها تاريخ وإنت بتحب سياحة المتاحف والاستكشاف المتحفي وأنك تبقى ماشي وسط أثار وتروح بلد كلها طبيعة ما فيش فيها النوع ده أو بلد حديثة ما فيش فيها برضو أي تاريخ أو عمق أو جزور ثقافية ما تكونش أنت بقى العكس محب للطبيعة وتروح بلد كلها متاحف وإنت مش هتتبسط فلازم تبقى أنت عارف أنت محدد إيه أنت عايز إيه بالظبط إزاي البني آدم ممكن يختار المكان المناسب ليه على حسب ميزانيته ويحدد ده مظبوط ده بيحتاج لأكتر من عنصر يعني خلينا نتفعل أول أن الصفر مش للأغنية فقط الصفر ينفع لأي حد هيخطط أنه يسافر أي حد عنده شغف الصفر أو حابب التكرة هيسافر المدخنين لو امتنعوا عن التدخين من سنة لسنة ونص هيعرفوا اللي يدفعوه في السجاير يسافروا يعني الموضوع مش مرتبط بثقافة الأغنية خالص لا هو حاجة ينفع الناس اللي في الطبقة الوسطى تعملها وأنا أصلا بنتمي للطبقة دي فالموضوع سهل وبسيط بس كون محدد يعني ادرس صح حدد اختيارتك صح وأهم حاجة استغل الفرص يعني على سبيل المثال في أكتوبر 2022 وده يعتبر من قريب مش من بعيد لقيت تذكرة سفر للإمارات بـ 1050 جنيه بس رايح جاي راون تراب ده سعر ممتاز جدا ده سعر زهيد جدا أنت هتسافر بلد بر مصر في قارة تانية دولة تانية بسعر البسيط قوي ده ما تفكرش مرتين بتعرف منين الفرص دي وزي اللي عايز يعرف الفرص دي وصلىها ويعرفها بتعرفها منين بنبقى المهتمين بالسفر والرحلة تحديدا بيتابعوا طول الوقت عروض شركات الطيران بالذات الطيران لأصفاد إحنا بتبتدي عشان تقدر تسافر سفرية مناسبة لميزانيتك مضبوط أولا تتابع الفرص اللي بتقدمها شركات الطيران تاني حاجة مش لازم تبقى أنت حاطت في دماغك أنك لازم تنزل في قتال فخم أو في فندق فخم ممكن تبسط الموضوع عن كده بطريقتين الطريقة الأولانية أنك تنزل في هوستل أو بيت شباب وده الإقامة فيها تبقى ممتعة وتجربة فريدة من نوعها أنت تعيش مع ناس جديدة من ثقافات جديدة وأجواء مختلفة تماما أو أنك تروح لفكرة أكثر صعوبة شوية لها الكاوت سيرفينج أن أنت حتنزل ضيف عنده أسرة من البلد اللي أنت رايحة في موقع شهير بالموضوع ده أنت بتقدم طلب استضافة يعني بتقول أن أنت جايل في بلد الفلانية من الوقت الفلاني للوقت الفلاني وبتشوف في أسر حتقبل تصديفك ولا لا وبتختار والموضوع آمن جدا يعني فيه ريفيوهات عنك وعن الأسر يعني بتقول أن أنت مسافر جيد وأنهما مضيفين جيدين والأمور هتبقى تماما ما فيش فيها قلق يعني حالو حالو وإيه أكتر الأمائكن اللي لما ابتديت تحب السفر حبيتك حبيبتك أكتر في السفر يعني أقدر أقولك أن فكرة السفر طول الوقت هي اللي مسيطر عليها فهي اللي محبيباني نفسها في السفر فهل رحت مكان عجبك أو معجبكش ما بيفليش أنت المهم أنك رحت وشفت مكان جديد ده حقيقي أوكي طب إيه الأماكن اللي لما رحتها انبهرت هونج كونج هونج كونج انبهرتني جدا يعني هو الفرقست كله مبهر يعني الفار إيست اللي هو دول جنوب شراء آسيا يعني من أول بقى الصين ماليزيا اندونيسيا سينغافورة الهند برضو بسانا الهند مرحتهاش سريلانكا وسريلانكا برضو مرحتهاش بس الجزء بتاع الفار إيست مبهر وبديع قوي هون كونج بقى كانت جميلة جدا الطبيعة؟ فهون كونج كانت ماكس ما بين كل حاجة طبيعة والحداثة الرقي البلد ديناميك جدا لو أنت شخص صاخب وبتحب الحياة والإقاع السريع هون كونج وجهة مثالية جدا حتتبسط فيها الجو فيها أهدى كمان حتى من الفار إيست التاني يعني زي ماليزيا أو سينغافورة أو زي تايلند وكده يعني جزر أكتر مش استوائي فهون كونج كانت أكتر حاجة بهرتني إيه خطتك بقى لما بتسافر؟ بتحط خطتك إزاي؟ يعني بتقول أنا النهاردة من أول ما هاوصل النهاردة عندي مثلا المدة دي هعمل كذا هعمل كذا البلان بتاعتك لما بتسافر عشان ما تضيعش بقى لحظة ده حقيقي السفر بيكلفك ثروة بيكلفك الفلوس يعني ليش ثروة يعني مبلغ ضخم بيكلفك المبلغ اللي أنت حوشته أو اتدخرته عشان تسافر فكل دقيقة بره هي ليها تمنت فأنت استغله صح بقى فأنا بتبقى خطتي أن أنا بابقى دارس من قبل السفر أنا عايز أروح فين؟ عارف أنت رايح فين؟ هتعمل إيه؟ مش هكتفي بمدينة واحدة مش هكتفي بالعاصمة يعني أنا ببقى حيب أشوف أكتر من مدينة فبحبت أتنقل ما بين مدن مختلفة عشان أبقى خط رؤية أشمل للبلد اللي أنا رايحها فببقى مركز قوي في الجدول بتاع مثلا الأوتوبيسات أو القطارات أو الطيران الداخلي عشان أتحرك من مكان لمكان الصراحة وقت السفر بقلل النوم جدا يعني ممكن أربع ساعات في اليوم أو أربع ساعات موفي كفاية بالضبط لما نرجع نبقى بالضبط كده طيب أنت رحت بلاد كتير ورحالة يعني وسفرت أماكن يمكن تكون مناسبة لناس يمكن مش مناسبة لناس في الآخر أنت اتبسطت وشفت ثقافات كتير أماكن كتير الأماكن الهدية أماكن صخبة لما تحب تتكلم عن مصر وعن السياحة في مصر ممكن تقول إيه وشايف كمصر أكتر حاجة بتميزها كبلد في السياحة هي إيه مصر مميزة جدا في السياحة يعني إحنا عندنا أثار كتير والموضوع جميل جدا لمحبي الأثار وعندنا شواطق من أمتع ما يمكن يعني يكفي مثلا شواطق زي شار ملولي اللي في مرسى عالم ده متصنف على أنه من أحسن 20 شواطق على مستوى العالم في نفس القايمة اللي فيها شواطق المالديف فالناس اللي بيسفروا المالديف ممكن ما فيش داعي أنك تتكلف العناء بتاع السفر للمالديف وتكلفتها وقضي الأجازة دي في مصر في شواطق زي شار ملولي ده هتتبسط جدا يعني قريب كنت في مدينة الجلالة في العين السخنة وهي حاجة جميلة قوي يعني ممتعة جدا فاللي محبي لسياحة الشواطق حيلاقي حاجات ترضيه سواء شار مشيخ أو الغردقة أو مرسى عالم أو العين السخنة ولمحبي الثقافة والتاريخ والجزور والعراقة والأصالة مصر مش محتاجين نتكلم عنها في الجزئية دي أكيد لا بس بتنساش كمان العالمين الجديدة ما تنساش كمان سواحل الساحل عندنا والبحر الأبيض المتوسط احنا عندنا يعني شواطق هناك في منتهى الحلاوة وفي منتهى الجمال روعة ده أكيد طبعا ضمن منظومة الشواطق يعني أنت الأماكن اللي قلتها طبعا أنت حلوة أوي بس هي شتوية أكتر شوية أو يمكن مش بتاعة الموسم الحالي بتاع الصيف يعني الصيف دلوقتي كل الناس حتى اللي بيجوا من برا مصر وإحنا دلوقتي بقينا على الخريطة السيحية بيجلنا ناس من كل العالم بس عشان يقضوا أوقات في العالمين الجديدة وعشان يقضوا أوقات في الساحل الشمالي ده حقيقي المهرجان كمان عامل أجواء حلوة هناك فأدم خلي فيه عامل جذب كبير طبعا من كل الوطن العربي من كل البلاد بيجلنا احنا بنشوف هناك ناس كتيرة جدا من جميع البلاد حتى اللي هم أصلا سكنين أو عايشين في مناطق السيحية أو في بلاد سيحية ما بيفوتهمش السيف في مصر ده حقيقي وحتى النسخة دي من المهرجان كمان فيها حتى من الفنانين ناس من الوطن العربي طبعا دخير بقى الحفلات طبعا الموضوع كان جذاب جدا أكيد ولسه ولسه في حفلات تانية كتير وقازم الساهر ولسه كان فيه حفلات كتير ولسه يبقى فيه حفلات أكتر نتكلم شوية عن ايه أكتر العوامل اللي من وجهة نظرك بتنجح البلد سياحيا يعني البلد اللي بتحافظ على سيحتها أو بتنجح سياحيا من وجهة نظرك بتكون محافظة على ايه إن السياحة فيها تكون مشروع قومي مشروع قومي يعني كل الناس المواطنين كلهم فاهمين أهمية السياحة مستوعبين إنه لما يجي لنا سايح أنت بتمثل بلدك قدام منه فلازم تكون على أحسن ما يمكن في التعامل في الأخلاق في الطريقة ما يبقاش فيه استغلال الحاجات دي كلها فلازم تبقى هي مشروع قومي يبقى فيه وعي عند الكل بأهمية السياحة لمصر وإنها مصدر عملة طبعا فبالتالي دي تنجح أي سياحة في أي بلد صحيح صحيح لازم كلنا نكون بنساعد بعض علشان نقدر إن إحنا نحافظ على السياحة اللي موجودة في بلدنا وزي ما قلنا مصر الحقيقة فيها كل أنواع السياحة وبجاذبية ملهاش مثيل لأنه إحنا عندنا كل حاجة الثقافي موجود الشطاء موجود السهر موجود السياحات اللي هي علاقة بالثقافة والتاريخ ده هو إحنا أصلا فيعني الحقيقة أنا شايفة أن إحنا الحقيقة الفترة اللي فاتت دي أثبتت مصر نجاح على مستوى السياحي تحديدا بشكل كبير جدا جدا خلينا نطلع على الفاصل ونرجع نبتدي كلامنا عن كتبك وإيه اللي كتبته في كل الكتب اللي كتبت نتفضل فيجعنا لكم مرة تانية ولسه معينا ونوارنا الكتب محمد حمودة وبنكمل معا كلامنا عن كتبه في أدب الرحلات نبتدي بسفر ناما نبتدي نبتدي بسفر ناما وده أول كتاب لك مصبور قررت بقى بعد ما سفرت ورحت واتبسطت واستنتعت إنك تبتدي تكتب في أدب الرحلات إيه هو سفر ناما وعن إيه سفر ناما سفر ناما كان 2016 وكان عن تحديدا رحلة سنغافورة وماليزيا ماليزيا وسنغافورة اهتميت بموضوع الفار إيست لأنه كان الجذاب بالنسبة لي أكتر فابتديت أدون عنه حسيت إن أنا كنت عايز أكتب لأن حسيت إن الرحلة فيها تفاصيل كتير ولأنها كمان هما كانوا رحلتين في نفس الوقت لأن اتحركت من سنغافورة للماليزيا بري فالموضوع كان على رغم مشاقته إلا أنه كان ممتع فحسيت إن كان محتاج يتكتب ويتدون عنه إيه اللي كتبته وإيه اللي كان يهمك إنك تكتبه في سفر ناما عن ماليزيا وسنغافورة كل المشاهدات بقى يعني انطباعي عن البلد والمقارنة ما بين البلدين يعني رغم أنهم جارتين جدا وما بينهم حدود برية إلا أن لا فيه اختلاف ما بين البلدين ماليزيا هتعجبك جدا سنغافورة هتعجبك قوي وعشر تيام ما سمعتش كلاكس عربية خالص دي بنسبالهم حاجة من المحرمات يعني عكس كده كان في ماليزيا ماليزيا الموضوع مش داي هنا في مصر زي ما إحنا ما تعودين على ده لكن لا هم برضو بيستخدموه الصهر ماليق سنغافورة بيناموا بدري جدا الساعة 9 البلد نامت خلاص ماليزيا لأ ماليزيا صاخبة وبيتحركوا وبيحبوا الصهر زينا فطول الوقت أنا كنت بقارن ما بين البلدين وهنا في مظهرات حلوة قوي وهنا في مظهرات حلوة قوي فكانت تجربة جميلة جدا حسنت نحب تاجي تبكتب بيعجبك أنك لقبت بابن بطوطة أو أنه تقال على أدبك أو على نوع الأدب اللي بيتقدمه ابن بطوطة ده حاجة تشرف أي حد بيكتف أدب رحلات لأنه كمان الحظ خدم في أن الوقع الموسيقي للإسمين ابن حمودة وابن بطوطة فالموضوع كان حلو ده غير أن تأثري بابن بطوطة بدأ حتى من غير من قبل ما أعرف أن اللي تأثرت بي ده راجع لابن بطوطة يعني أنا كنت بقرأ مقولة كانت بالإنجليزية بتقول السفر يجعلك عاجز عن الكلام في الأول لكن بعد كده يخليك حكاء وعندك مغزول من القصص كبيرة قوي عجبتني الجملة جدا لما دورت عليها لقيت أنها منتسبة لابن بطوطة الكاتب المغربي والرحلة الأشهر في الوطن العربي والعالم جميل نتكلم عن تسكرتين سفر؟ آه طبعا يحكي اللي حكايته تسكرتين سفر كان التجربة التانية وكان نبقى فيها نتجة أكتر في الكتابة وكان فيها حتى عنصر الإصارة والتشويق في الكتابة عادة أدب الرحلات بيخلوا من العنصر ده لأن دي مش رواية يعني ما فيش فيها أحداث تشمل جزء الإصارة أو التشويق لكن في تسكرتين سفر ده كان حصل قدريا لأن أنا كنت قبل السفر بخمسة أيام اتعرضت الحادث سير وده خلاني كان محتاج أدخل أعمل جراحة وقلت للدكتور طب ينفع نأجل الجراحة أسافر وأرجع الأسرة كانت بتتصورني مجنون وعملتها وسفرت بعكاز وهناك أجرت ويلتشير أو كرسي متحرك يا للدرجة دي ما كنتش أهل تستنى بعد رأعملها؟ يعني أنا كنت حاجز بالفعل وكنت بعد الوقت خلاص على معاد الرحلة وحصل بقى الحادث دي قدريا حمد الله على سلامتك الله يسلمت واستمتعت بالرحلة جدا رغم الكرسي المتحرك ورغم العكاز بس لا يعني أنا كنت حتى برفقة أصدقاء كانوا جدعين جدا ودعيمين قوي فالموضوع كان سهل وانبسطت بروسيا جدا سواء موسكو أو سانت بيترسبرج جميل كتبت إيه بعد تسكرتين سفر؟ هو كان في تسكرتين سفر برضو كتبت عن جورجيا ودي كانت بالنسبة لي من دروس السفر يعني لماذا جورجيا كانت بالدروس السفر؟ أنا كنت عايز مخطط أن أنا أقضي العيد الفطر بر مصر وقدمت على تأشيرة لتونس وقدمت الورق كامل اللي هو كل المتطلبات لحصول على التأشيرة الجواب الشغل وجواب البنك وكل الحاجات دي بس ما توفقتش ومن غير سبب أنا تعودت وده من دروس السفر اللي بحب أقولها لأي حد بيفكر يسافر ما تزعلش يعني العلم كبير عدد الدول المنتمية للأمم المتحدة 193 دولة وعدد دولة العلم تقريباً متين واثنين دولة دولة قالت لأ عشرة يقولوا آه بغير أن أنت كسايح أنت مصدر دخل قومي للبلد اللي أنت رايحها فلو البلد قالت لأ هي البلد الخسرانة مش أنت صحيح فدور على غيرها بالصدفة كنت بتكلم مع كاتبة قد بالرحلات شيرين عاد الوقتها بقولها تخيلت رفضت من تونس فبتقولي في بلد اسمها جورجيا وتقديم لها أونلاين سهل جداً ما تفكر ما فيش نص ساعة أنا كنت قاعدة على اللاب بقدم على التأشيرة تاني يوم التأشيرة جات تالت يوم حجزت تسكرت الطيران كنت قاعدة على الصحور في رمضان بقول للأسرة أنا مش هعيد معاك يا جماعة أنا هتفر في جورجيا أنا هتفر في جورجيا فدي كانت بالنسبة لي من دروس السفر أيو أيو جميل طيب عايز أتكلم بقى كتبتي عن إيه بعد تسكرتين سفر كان حواليد بوابت السعادة بالنسبة لي لأن طول الوقت شاغل الناس أو البشرية عموماً فكرة السعادة أنت هتلاقي ساعة تكفين هتلاقيها في الأرصيدة البنكية ولا في العربيات ولا في الأسرة والاستقرار ولا هتلاقيها فين أنا كنت بدور على السعادة وقتها في باب المطار بالنسبة لي باب المطار هو مدخل سحري لعالم من السعادة ايو اتكلمت في الكتاب ده على الصين وهونج كونج ولبنان وتركيا بطريقة مختلفة عن الكتابين القبل كده كنت باخد أبرز الحكايات والمواقف لتصلح كحواديث للسفر يطلع منها القارئ بمعلومة أو بدرس مستفاد ومن المطار لسوق الخضار ده اسم يعني يخطف الحمد لله اتوفات في الاسم الحمد لله ده كان آخر كتاب ده أحدث كتاب آه رحلتي من المطار إلى سوق الخضار آه رحلتي من المطار لسوق وده جاء بعد الزواج كل الكتب القبل كده كنت أنا أعزب وكنت بسافر وأنا أعزب بعد كده بقيت متزوج وبقيت بسافر شوية وأنا متزوج فكنت عايز أعمل ربط بقى ما بين الفكرتين عالم جواز السفر وجواز المأزون من ناحية والعالم الثاني عالم الحياة مع السفر شكلها إيه والحياة مع الزواج شكلها إيه والحياة بقى في السفر مع الزواج لتنين مع الله ده موضوع ممتع على فكرة لأن لو شريك حياتك لذيذ أنت يكون عندك بارتنر في السفر حسيت باختلاف لما كنت بتسافر لوحدك عن لما بتسافر أنت ومراتك آه ده حقيقي وفي أماكن أنا سفرتها وأنا يعني بعد جواز بس سفرتها الواحدي وكنت متمنى جدا أنها كانت تكون معايا فيها وما كانتش تلقى معاك ليه؟ كان الفلوس كافي سفرية واحد بس متأجل السفرية متأجل السفرية لحد ما الفلوس تكمل ويتسافره سوا متأجل المرة الجاية أنت ما أجلت السفرية عشان عملية صح يعني لا ما ينفعش وعلي الجواز لزي الموضوع يختلف هيعرفة الباشن وهي خدتني وهي عرفة أن أنا السفر بالنسبة لي مش هقدر قومه بس حسيت أن أنت يكون عندك بارتنر في السفر ده موضوع مختلف ممتع جدا في بلد من البلاد اللي رحتها في لحظة كده من اللحظات من كتر حبك ليها قلت أنا هسيب مصر وأعيش هناك أنا هسيب مصر وأعيش في البلد دي يعني هي لحظة بعينها هل جات لك الفكرة دي أبي دي؟ جات لي في مكان بعينه في بحيرة أنا نوري في جورجيا السحر هناك من الطبيعة والسلام النفسي اللي بتكون فيه لو أنت واقف تتفرج على البحيرة بس يخليك عايز تستقيل من شغلك وترمي كل حاجة ورى ظهرك وتقول أنا عايز أجي أعيش في الحتة دي حتى لو هعيش حياة بسيطة مفيش فيها الحادثة والعلمة بس ما قدرتش تعمل كده طبعا بس ما قدرتش طبعا أكيد طبعا أكيد أصلا بلدنا ما تتسافش برضو يعني إحنا نروح ونتفسح ونشوف ونسافر ونشوف مناطق جديدة ونشوف شعوب جديدة ونشوف أماكن جديدة ونأكل أكل مختلف عن أكلنا بس ما نقدرش نبعد عن بلدنا نرجع طبعا أكيد إيه البلاد اللي لسه ما روحتهاش بس ما حطوطة على القائمة بتاعتك والله أي حاجة فيها سفر أنا تمام أكثر حاجة ممكن لبرتغال وبلغاريا وإيطاليا دول أكثر ثلاثة لسه ما روحته لهمش لا لسه ما روحته لهمش إيه أكثر حاجة لفت انتباهك في الأماكن دي بتخليك حطتهم على القائمة بتاعتك بلغاريا عجباني كطبيعة وكأنها برضو بارتوف يوروب أو جزء من أوروبا فعجباني أنها فيها التكوين ده يعني عادة أوروبا فيها تاريخ أكثر يمكن باستثناء سويسرا لكن معظم بقى بلدان أوروبا فيها الجزء ده من التاريخ البرتغال برضو من البلدان اللي شداني بدون سبب واضح يعني مجرد انجذاب عام كده إيطاليا يعني نفسي جدا نزور الفاتيكان وهو موجود هناك وإيطاليا بحد ذاتها ساحرة فطبيعي أنا أحابب أتشوف إيطاليا أكثر البلاد اللي اتبسطت بأكلها عسو موضوع الأكل ده بيفرق قوي 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 في السفر بجد يعني هو ممكن برضو يبقى وازلك سفرين بجد يعني ممكن تبقى في مكان ساحر سحر ماجيك بس أنا لو مكلتش مش هتبسط معلش يعني لو مكلتش أكل حلو لو أنا فين مش هتبسط أنا عكسك بقى أنا مش فودي خالص مش شخص بيحب الأكل ولما يعني جربت أجرق يعني أخذ الحاجات مش بتاعتنا مرات امبسطت ومرات لأ سبت الطبق بعد أول معلقة وده غير إن في تايلند تعرضت لتسمم من جراء وجبة في المطعم بس أكتر أكل عجبتني كالتها بره كانت خاتشابوري في جورجيا بردو دي كان حاجة بالنسبة لي بفضل فاكرها باستمرار كانت رابرة عن إيه بقى؟ هي مغبوز بياخد شكل السفينة كده أو القارب وبيتعمل في فرن تندوري زي الفرن الهندي مش الأفران المصري وليه طريقة معينة في الإعداد وجبنا شبه البيتزا بس هو مش بيتزا هو ليه شكل تاني غير البيتزا وليه أيوة ده عجبني عرفت بتتكلم عن إيه كل بني آدم فينا بيبقى بيدور على حاجة معينة من الصفرية بتاعته يعني أنت تنصح إزاي الناس أن هم يختاروا مظبوط الحاجة اللي هو عايزها في ناس رايحة تشوف طبيعة وتعيش في السحر بتاع خيال الطبيعة وجمال الطبيعة وفي ناس رايحة مثلا تعمل شوپنج وتتبسط بلبس جديد في ناس تانية رايحة تلعب ويتهزر ويكون مثلا معهم أطفال فعايزين فاميلي تريب أو رحلة عائلية كل واحد إزاي يختار مظبوط المكان المناسب اللي هو بالضبط عايز إيه من السفرية دي أهم حاجة أنها بتبقاش بالنسبة لك ثقافة سفرية والسلام مدومت أنت عارف نفسك وعارف أنت محتاج تشوف إيه فأنت هتدور صح يعني لو أنت عايز فاميلي تريب أنت هتدور على مكان فيه بقى أو أنشطة مائية وبحر وحاجات كده لو أنت بتسافر سولو ترافيلر بشكل منفرد أنت هتبقى بتدور على النوع اللي رايحك أنت في السفر أنت بقى عايز طبيعة عايز تاريخ عايز مجرد ريلاكسيشن أنك عايز بس تفصل من شغلك وأعباء الحياة والضغوط والديلي روتين وعايز بس تاخد بريك فأنت هتبقى أكتر حد عارف أنت محتاج تشوف إيه ويقول أنا عليك دور مصبوط الكمبي في السفر دي برضه مهمة جدا أنا سافر لوحدي أو سافر مع ناس أعرفها قوي العرب بيقولوا فعلا المقولة دي سمية السفر وسفرا لأنه يسفر عن معدنك ومعدن من معك فأنت بتكتشف نفسك واللي معاك في السفر أنا من أنصار الحاجتين يعني سافر بصحاب وسافر من غير وهتتبسط في الحالتين بس سافر بصحاب يعني أنا بشكل شخصي بسافر مع أصدقاء أنا عارف أننا العلاقة قوية فهننبسط مع بعض حتى لو اهتماماتنا مختلفة فممكن نبقى مسافريين وبأنا بعمل حاجة والصديق أو الأصدقاء بيعملوا حاجة تانية وإحنا مش زعلانين يعني محدش متدايقين إحنا مش مقاضين اليوم مع بعض ولما سفرت الواحدي برضو كان زي ما بيقولوا بقى الكنز في الرحلة أنت بقى وقتها كل حاجة هي رزق في الرحلة دي الناس اللي هتتعرف عليها الناس اللي هتقابلها وحتصحبها وحتقضي معها أيام وحتكون معهم صدقات وعلاقات فالتجربة بتبقى أكثر سراءا لما بتسفر يمكن منفردا بس أكثر يمكن إمتاعا لما بتسفر مع أصحابك في مكان سفرته بس ما كتبتش عنه آه لا في كتير زي إيه يعني الأردن لسه ما كتبتش عنها أندونيسيا ما كتبتش عنها تايلند ما كتبتش عنها ففي كسا حاجة حالو حالو يعني لسه في كتابات تانية جديدة إن شاء الله من ابن بطوطة ابن حمودة محمد حمودة وإن شاء الله أنه هو يكون فيه حاجات جديدة لسه ترحى وتكتشفها بس سفر بمراتك بقى بعد كده لو سمحت حاطم بس تأجل السفرية ما فيش فلوس نأجل السفرية مش هتمشي البلد وتروح مش هيحصل حاجة نور تانية شكرا بشكرك طبعا بشكر ديفي اللي نورنا النهاردة الكاتب والرحالة محمد حمودة بشكركم على حسن المتابعة يا ريت كونوا اتبسطوا معي من النهاردة في حلقتنا من يحكى أنا كان معاكم رانيا السيد شكرا